ما بين التصعيد الاستعراضي وإطلاق التهديدات ودعوات التهديئة وعدم الانجرار إلى مواجهة مع الولايات المتحدة جمعت إيران التناقضات في ذكرى مقتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس ففي الوقت الذي حشتت فيه الميليشيات التابعة لها عناصرها في بغداد سبق ذلك تنفيذ ميليشي الحوثي هجوما كبيرا على مطار عدن خرج زعيم ميليشي حزب الله في لبنان حسن نصر الله بلقاء مطول تحدث فيه عن البطولات المزعومة لمحور الممانعة الذي تتزعمه طهران والتي مارست حذرا شديدا في التعامل مع الولايات المتحدة في فترة حاسمة من انتقال السلطة من دونالد ترامب الذي تعتبره طهران ألد أعدائها إلى جو بايدن الذي تنظر إليه كرئيس يستكمل سياسات الرئيس الأسبق باروك أوباما الناعمة في التعامل معها وسبق الاستعراض البشري الذي نفذت الميليشيات في بغداد تداول سيناريوهات ومعلومات مختلفة عن طبيعة الرد الإيراني كان من بينها زج عناصر ميليشي الحجد بالزي المدني في تظاهرة الاقتحام السفارة الأمريكية وإحراقها ليتم بعد ذلك تبرير هذا الفعل بأنه عفوي جماهيري ولا دخل لإيران فيه لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد أن حملت الساعات الأخيرة تطورات عديدة من بينها توضيح حكومة الكاظمي للإيرانيين أن الولايات المتحدة سترد بعنف على أي محاولة لاقتحام سفارتها في بغداد وبدى واضحا أن إيران قد اكتفت باستعراضها البشري وما رافقه من تعليق صور سليماني والمهندس على المطعم التركي في ساحة التحرير لاستفزاز مشاعر العراقيين وخاصة ثوار التشرين والثأر من التظاهرات التي هشمت هيبتها في العراق ويضمر هذا الاستعراض والتعهدات المتكررة بالثأر عجزا إيرانيا واضحا عن القيام بأي خطوة قد تستفز الولايات المتحدة ويعتقد المراقبون أن استبدال إيران وميليشياتها في العراق الأعمال العسكرية ضد الولايات المتحدة باستعراض بشري يشير إلى أن التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في المنطقة ليست سوى جعجعة فارغة للتسويق إلى الداخل الإيراني وأتباعها في عدد من دول المنطقة اشتركوا في القناة